لرياضة رابطة الأندية تعلن معاقبة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بيان رسمي موقع بصراحة ده كان من الأخبار الأكثر قراءة فيها والموضوع باختصار إن صدر بيان بيقولوا فيه إن بناء على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الثالثة لمسابقة دوري مايل رابطة الأندية بتؤكد احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباراة وعليه قامت الرابطة بسماع إلى جميع الأطراف وقامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه ولكنه اعتذر عن الخضوع للتحقيق بعد استبيان الحقائق من أطراف مختلفة تأكد عدم تعامل المراقب وفقاً للمهام المحددة له والتحدث مع الصحفيين بشكل غير لائق وعليه قررت الرابطة استبعاد مراقب المباراة من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة ده كان البيان اللي خرج لكن الموضوع ما كانش واقف عند كده احنا عارفين أن الأهلي اتعادل مع الاتحاد السكندري واحد واحد في هذه المباراة وبالأرقام الجديدة هو رقم واحد والاتحاد السكندري موجود رقم ثلاثة لكن كواليس انسحاب الصحفيين من مؤتمر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بعد ما خلصت المباراة هي اللي عملت الأزمة الصحفيين رحوا علشان يسألوا وفق الكلام اللي قالوا مراقب المباراة اللي قالوا في تصريحات خاصة المصراوي واللي بعدها قال أنا اعتذرت مدى الحياة وأنا هكشف لكم اللي حصل بالضبط قبل دخول كولر قال إحنا اتفقت مع الصحفيين أنهم ما يسألوش غير الأسئلة الفنية لكن اللي حصل أن كل صحفي يقوم لأن ده بناء على طلب المسؤولين نفسهم كل صحفي يقوم كان يتكلم عن حاجات غير فنية زي أخطاء التحكيم وحاجات كده مش اللي متفقين عليها فأنا طلبت منهم ده مرتين تلاتة ولما اتكلمنا حد من الصحفيين رد علي وقال لي هو أنت حتقول لنا نسأل إيه وكان هنا بدأ الموضوع فقال لهم دي التعليمات اللي جاية لي فقالوا له طب احنا مش هنحضر المؤتمر الصحفي ونسحبه وقال أنا بالأساس كنت مبلغ أن أنا مش عايزة بقى مراقب وباعتذر عن ده لكن هم اللي نزلوني لكن أنا من دلوقتي أنا باعتذر مدى الحياة عن مراقبة أي مباراة بعد كده دي كانت التصريحات والقصة من بدايتها لنهايتها